أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبك يجل في تنبي شكراً 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 إذن محبا بكم في عدد جديد من حساتكم أولادنا تحت جنحنا أولادكم اللي هم وأولادنا عندكم تسأولات عديدة يا أولياء ورح يتوصلنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحت جنحنا بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جنحنا وهذا المواضيع إن شاء الله هل لكم تطلبوا فيها سوف تدرج إن شاء الله حبينا اليوم نتكلموا على موضوع التفرقة بين الأطفال بالمرات الوالد ولا الوالدة عن حسنية ولا يفرق بين أولادو بالمرات بلا ميفيق بالمرات تكون مقصودة بالمرات اليوم حبينا نتكلموا عليها ونتكلموا على العواقب امتحها لأن العواقب امتحها شوية وخيمة لما نفرقوا بين أولادنا نحن نحبوهم كامل ماذا بينا اليوم نفهموكم وتفهمونا كذلك مع أخي سعيين كيفاش نقدرون نتعاملوا مع هذه الحالة هذه إذن رفقني اليوم السيدة محرس خان عبلة مرحبا بك مدام مرحبا بك شرفتينة شرفتينة تفضلي مدام شرفتينة مرحبا 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 سيد لابري نوردين مختص في علم التربية 39 سنة في التدريس تفضل تفضل استاذ مرحبا مرحبا بك مرحبا بك لابري شكرا 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 معنا كذلك تجربة حية امينة تفضلي تفضي 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 ككل مرة كذلك نستBB inspire طفل تفل لطفلة يجي دل واجبات المدرسية Salnji اليوم معنا فئنا تفضي بنتي فئنا ف roommates ما س Sharon been Ten ! مرحبا بك بنتي وشاركي وشم سنة الدرسي ويسالك؟ سنة الثلاثة متوسطة متفوقا انت في الدراساتك؟ أعم على الله يبارك تحبيت تقرايك؟ أشكو الواجبات المدرسية تاك تدير هم تلقاء نفسك هكذا منضمها نفسك؟ أه ولا تسني ماما ولا باطا يقولك؟ منضم مثلا ندخل دان شبقة وتين وبعدا نريح شوية وفي نهاية الأسبوع اللي كانت كيف تقراي؟ الجمعة أو السبت؟ السبت رئيس الجمعة تريحي مليح مليح أغلب الأحيان تقراي رياضيات أكتار؟ يعني العلوم والأداب؟ نحب رياضيات نحب رياضيات وش عندك اليوم واجبات؟ بينا عندك مسألة رياضية نحب مسألة رياضية إذن تفضلي تفضلي بنتي قمي بالواجبن تاك بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق وانتوما كذلك يا أطفال حان الوقت باش تديروا الواجبات المدرسية نتاعكم باش والديكم يفرحوا بكم وانتوما كذلك تنجحوا لأنكم جيل الغد مواضيع عديدة دائما الأولياء يتسألوا يتسألوا لكن تكون عندها عواقب وخيمة إما في النتائج المدرسية إما في حياتهم يعني النفسية والاجتماعية وكامل اليوم حبينا نهضروا على التفرقة بين الأطفال نحن بكري دائما يقول لك المثال اللي يمدوه هاك هاك كل هدي وما تقولش الخوك يعني دائما نقضوه كمثال إحنا في التربية نقلوه بلي هاد البراتيك هادو واحد يبعد عليهم أحسن اليوم رانا هنا مع بعض باش نتكلموا على العواقب ونتكلموا كذلك بالمرات الأولياء بالك اليوم من خلال هاد المنبر هذا نحسوهم بلا كين أولياء يفرقوا بين أولادهم بالصح مش يحس بالنسبة لي يعني حاجة عادية يعني يقولك المازوزي هذا المازوزي هذا كده كده ماذا بينا نتكلموا على العواقب نبدأ بك سيدة محرز خان ماذا بينا تشخصينا هاد الظاهرة هدي وكيفاش نحسوا الأولياء ووش نقولولهم كيفاش لازم يتعاملوا مع الظاهرة هدي حتى ما يكونش فيها عواقب وقيمة على النتائج المدرسية يورى على حياة تأولادهم تفضلي أستاذ السلام عليكم ورحمة الله ككل مرة وككل في كل مرة نحسوا بالتجديد ونحسوا أننا فرحين وأننا نحتضنوا أو تحتضننا بالأحرى نحتضننا الحصة حسبنا اللي تعودنا عليها وعدنا دايما نحبين نطلع لمشاهدنا ويستضيفونا في بيوتهم عبرها حصة ولادنا تحت جنحنا إن شاء الله ولادنا دايما يقعدوا تحت جنحنا نحتكفلوا الرعاية بكل احترافية وبكل فهم ووعي إذن وباش نجيبوا هاد الفهم والوعي لازم نروحوا إلى المعلومات العلمية أو الأرصد العلمية واش قالت وعلى رأسيها طبعا علم النفس لأن علم النفس هو علم دراسة سلوك الإنسان وإحنا رأنا نتعامل يوميا مع سلوك الإنسان مع سلوكاتنا إحنا كأفراد ومع سلوكات غيرنا من خلال التفاعل الاجتماعي إذن كنت كلموا على التفريقة وكيفاش حتى ولي واحد يعني من الأبوين لأب والأم يميل أكثر إلى واحد من أبناء على أي أساس واشنو هو التفسير النفسي لهذا الظاهرة التفسير النفسي هو يكمن في الشخصية في أنماط الشخصية المختلفة والمتعددة يقولك المثل يعني بالدرجة بالعامية رب يخلق وفرق صح هو الإنسان كل إنسان فينا عنده شخصية تميزه عن غيره تبدأ أولا بالمظهر الخارجي ثم المظهر الداخلي اللي مش يسهل إننا نلقاوه فعنده خصوصيات نفسية خصوصيات اجتماعية خصوصيات عقلية واحد عصابي شوية واحد معك سعادي واحد صابور يعني قريب ليك واحد كما قلتي مد العاطفة بزاف كيفاش متحبوش بضب بضب بصورته هاد النقطة هذه إذن الإنسان بالفطرة التاعه على قد ما كانت الشخصية اللي راهو يتعامل معها عندها نقاط تشابه ونقاط مشتركة معاه على قد ما يميل لها أكتر إذن لازم نديره في بالنا بالليه الطفل هذا اللي راننا يقدر يستميلنا إليها أكتر هو اللي يشبه لنا أكتر لأنه كان عدة دراسات حتى بالنسبة لي يبينو لك عدة صور ويخلوك تخير مثلا الشخصيات المحببة إليك فلقاوا باللي 80 بالمئة من الأشخاص يروحوا إلى الصور اللي تشبه لهم إذا هو أصمر يروح للأصمر إذا هو أسود يعني يروح للأسود إذا هو أبيض يروح هكذا فالإنسان يخاف من الاختلاف وعلاش يخاف من الاختلاف لأنه راح تكون فيه عوائق كثيرة راح يصطدم بعدة حواجز باش يتعامل مع الآخر إذا في المقابل يكون تعامل أسهل وسالس ومارن أكثر عندما تكون كينا عدة نقاط مشتركة إذا المساج يفوت في دقيقة تشوف له برك هكذا إيماء برك يفهم لأنه يشبه لك بزاف إذا إحنا ثمرة والدينا طبعا يعني بالوراثة تورثوننا يعني رأنا ورثين من عندهم خصائص فيزيولوجية مورفولوجيك يعني في الشكل التاعنا وكذلك في الميزاج تعنا وفي شخصيتنا وفي استعداداتنا إذا هذه الاستعدادات تخلي أنه يكون أسهل كما قلت التعامل مع واحد أسهل من الآخر اللي ما يكونوش عنده عراق البزاف وليكون يشبه فبالتالي مع الوضعيات اليومية ومع تعامل تفاعل اليومية وتواصل دائم ما أذكر ما يسكنوا في دار واحدة إذا يكون أسهل تواصل مع هذا الإنسان فبالتالي يكون الميل يبانينا أنه ميل أكتر وهنا يكون الاشتراك المشاركة اشتركوا في الهوايات مثلا هي الأم تحب تشوف مسلسل معين بنتها تشبه لها تحب تشوف معها تحب الطبخ هي تحب الطبخ مثلا تكون قريبة لها لأن الخصائص الشخصية تحمل متشابهة فاقون تخل الوحدة مثلا لي ما تشبه لها شوية ما تشاركهاش في الهوايات ما تشاركهاش في المزاج اللي تحبه هي وبالتالي ما تكونش قريبة لها ما تشاركهاش الآراء ما تشاركهاش الأفكار فبالتالي تبدأ تظهر هذيك الهوا هذيك التفريقة يعني تبدأ تظهر الفهو هذيك تتكبر راح تبدأ تظهر الهوا أو المسافة راح تبدأ تتكبر شوية المسافة لما بيني وما بين بنتي والأوليدي لأني هو مختلف عليها فما فهمتوش ما فهمتوش أنا يا بالتالي راح نبعد عليه شوية أحسن يعني في كيفاش تصر يعني الأشياء هذيك يتكلموا على الأحاسيس وكامل ولكن بالمرات كين تاني التفريقة مثلا ولدها يكون مريض مثلا مريض شوية تسيب الأم تحنى عليها أكثر مثلا المزوزي في الدار خلي يعطي الخوك صغير عليك ما تديرش عقد الخوك صغير وكدا وهذك الخوص صغير يشو يقول أنا عندي القوة أنا السماء وبعد يقول يستفز هذك هذك التفل شفناها يعني يقول لك أنا والدي يقول أنا المزوزي يقول لي مثلا يدير الخوحة كده ما دي يجي عندي بابا 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 يقدر بني مثلا يعني أنا تكلمت في العموم بدون النظر إلى التفريقة تقليدية بدل يعني إحنا عندنا بعض الأدوار بعض الأدوار الاجتماعية تقليدية اللي يخدوا الرياضة كين في بعض الأسر الأول يعني الطفل الأكبر هو اللي ياخد المكان العليا كين في بعض الأسر الأصغر هو اللي يدير هذا وكين المتفوق بيشغل رح يحبوا الناس قال الإنسان الأقوى وكين للاجتماعي وكين لما زالهم يفرقوا ما بين الذكر والأنثى هذه خاصة في المجتمعات الأكثر تقليدية والمحافظة أكثر ونشوفهم في الأرياف والقرى أكثر منها في المدن الكبرى ما زلنا نضيجي بيخوك أسماء وعلى شيء هي راجعة إلى كذلك إلى محور الأقوى لأنه في مجتمعات المحافظة أو المجتمعات لما تكونش في المدن الكبرى خاصة تكون القوى عند الرجل مجتمعات ذوكورية أكثر منها عند الإناث فبالتالي هو عنده حرية التصرف عنده فضاء أكثر لمثلا أنه يخرج في الليل يروح لمسافة أبعد بالتالي يؤدي مهمات أكثر وبالتالي هي تعتمد عليه الأم أكثر من طفلة لأنها تخاف على الطفلة مثلا حالة مادية تانية على كل حالة هو اللي يخدمه هو اللي يصرفه مثلا هنا لكن هذا المعايير تختلف من المجتمع إلى آخر من بيئة إلى أخرى وبدأت تنقص على كل حالة في المدن الكبرى في المدن الكبرى بدأت تنقص لكن كما اللحظوا مثلا في المجتمعات الريفية والمجتمعات القرى مازالت وعليش؟ لأنها مازالت مجتمعات محافظة مجال التحرك للأنثى ما زالوا ضيق يعني محدود محدود جدا نظرا لعدة اعتبارات عدم الانفتاح يعني هذا إذن بغض النظر عن هذه الأدوار التقليدية اللي يقدر يدي فيهم الإنسان الريادة واللي رانا نعودوا الآن في نفسنا كأولياء وكأخصائيين يعني باش نقولوا نحاربوا هذا النماطية الاستيغيوتيبيك كيف دايما نعودوا نفس الأنماط بدون أن ننتظر شوية ونقولوا هل وش رانا نديروا صح ولا غلط لأنه مثلاً هاد صغير هاد المزوزي نرح شي كبر مثلاً واحد دعابة صغيرة عندنا في العائلة واحد واحد الأم قالت لوليدها ايه قاتلوا انت على الأقل يعني ما زلت معايا أنا قلت قلها يعني وعليش هاد لي كاغ ما بيني وما بين خويا اللخر يعني هي قاعدت باش جابت فترة طويلة باش جابت هاد اللخر قاتلوا أنا قلت على الأقل شوفت رح يرح نكبريتو على الأقل جبتك باش على الأقل يعد ما زال معايا واحد ونيسي في الدار يحل علي الباب ما زاله صغير قالوا هاد لي حل الباب ما رحش يكبر هيقعد دايما طلعوا مرحل الباب جميل 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 يعني ما هذا يدعونا إلى أن نشوفه من حق أي إنسان أنه يعيش يعيش كل كل الوضعيات ما يقعدش محصور فقط على أنه مزوزي وعلى أنه يؤدي المهمات على المزوزي فقط على أنه الدلوع والصغير تعالدار واللي يحب الحنانة مثلا أنه رح يلعب معاه بارك لا هو كذلك رح يكبر رح يمر بالزمن والمجتمع رح يحتاج منه مسؤوليات في يقدروا إحنا كذلك كمجتمع كلنا رح نمد الكثير من البروفيل من خصوصيات الدور على الإنسان اللي يجي الأول بدليل أنه حتى الترتيب في الأسرة في الأفعيل من النفس إحنا ندرسوا أنه عنده إنعكاس كبير على الدور بتاعك اللي رح تؤديه في الأسرة بضل إذا كنت الأول والمتوسط والخلاني عادة مسؤولية رح تحل كبير وقلة المسؤولية يعني رح تكون هنا تكلمنا على الطفل المفضل إنما دا بيتكلمنا في عوجانا على الطفل اللي فضلوا عليه هذك الطفل أنا اللي يهمني لأنه هذك الطفل هذك اللي يشوف أخوه دائماً هو المميز هو أخوه لأخته ولدي من المميز كيفاش يعيش هذك هذك بضبط هذك هو دين الإسلامي الحنيف حرم نهائياً هذة الفكرة حتى في قصة سيدنا يوسف يعني جدوش صرار نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام بفعل التفرقة رغم أن سيدنا يعقوب كان نبي الله وكان من المختارين يعني الأنبياء المختارين إلى أن يعني شخصية سيدنا يوسف المحببة لكل يعني اللي عاشره وشافوه ولي ما زالت عبقها وما زالت سيرتها تلحقنا حد الآن بدءاً بالشكل إلى المضمون بدءاً ولكن خوتو عشوه هو اللي خلى أبوه أنه يميل له بزاف وهذا الميل أدى إلى أنه أخوتو خوتو عشوه يعني يحاول قتله تماماً للتخلص منه بدءاً 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 لازم أنا أقف عند نفسي نقول وعلاش راني وعلاش راني نفضل هذا الطفل بدءاً إذا على جال هو يشبه لي ربي خلق عدة شخصيات ماشي أولادي قالي راح نولدهم راح يعودوا صورة استنساخ صورة تبقى الأصل مني أنا يا إذا على جال هو متفوق وعلاش ما نصنعش من طفلي الآخر شخص متفوق كذلك باش يعود يعني في درجة الآخر وعلاش نقعد نزيد نهزموه به ويرجع ما يحبوهش إذا المشكلة راهوا في الولي الأمر ما راهوش في الطفل الأطفال كلهم أبرياء وكلهم يقدروا يجيوا الأول والثاني والثالث هذه مشيئة الله لكن ولي الأمر اللي راهوا كبير ورو يعرف لازم يحبس عند نفسه وما فيش مشكل إذا شاف إنه هاد شي بدون القصد تاعه بليفور عليه يتصل بأخصائيين الآن أخصائي النفساني مش يعيب أني نروح له حتى أني نحل هاد المشاكل اليومية كينعائق ما قدرتش أنا مثلا ما رانيش حاب حتى بكون أني ما رانيش حاب نعصي ربي في أولادي ما رانيش حاب ندير تفريقى لنهان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالنا أنه نتعاملوا مع أولادنا كله يعني نفس الحقوق الواجبات نفس كل شيء لكن الميل هذا حتى إذا كين ميل عاطفي الواحد ما بينهولوش وعليش باش يقعد دجحت مثلا ليكون الطفل مثلا لي يراه متأكد باللي يراه مالك قلب بابه ولا يماه ما يعودش يخدم على حبهم وعلى رضاهم كما الآخر يقدر هو الأول ليتعاملهم شكرا 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 أستاذ نوردين لابري مدبيا كان نقطة مهمة أنا شخصيا تهمني وشفتها شفتها حبيت نتكلم على التفريقة بين الأطفال من خلال المعلم المربي بالمرات نشوفوه مثلا يميل شوية الأطفال متفوقين يميل شوية الأطفال يكونوا مربيين يكونوا متخلقين وهذيك التفريقة هذيك تجعل أنه الأطفال الأخرين مثلا لأنه الطفل يبقى طفل مهما كان يعني طفل ما كانش طفل مشاكس ولا طفل يعني كان طفل فهمناه وطفل ما فهمناهش أنا بالنسبة ليها نلخصها هكذا إذا هل صادفاتك في خلال 39 سنة في ميدان التربية والتعليم هل صادفاتك حالة ولا كيفاش يعني المربيين يعيشوا هادشي لأنه حاجة تلقائية يعني يميلوا لهذا الناس هذو يعني الأطفال المتفوقين ولا الحبوبين هذو شكرا سيازين إذا كانت الأم أو الأب في بعض الحالات يفضل إبن على إبن فضل؟ هذا ابنه هذا ولده صح وكيفاش حبيلت المعلم ما يفضلش يعني هذا يعني ميل احنا ما قلوش يفضل ولا ولكن كين ميول شوية هكذا كيفاش يعيشوا هادش التفضيل ميول ولكن عندما توصل واحد درجة إلى التفضيل يعني هذو المشكلة وحتى الأولياء حتى الأولياء قبل ما نجاوب على هذا السؤال التاعك المهم أنا عندي سؤال حقيقي سؤال حقيقي للدكتورة لكن من بعد جاوبين عليه هل هذا هذا التفريقاء أو هذا الميل إلى هذا أكثر من ذلك له علاقة بالحب أم لا بالعبارة أخرى هل إذا كانت الأم تفضل هذا عن هذا معنى أنها تحب هذا أكثر مما تحب كلمة تحب ندير عليها خط أحمر من هذا من ذلك أم لا أم لا فيه تفضيل والتفريقاء أخرى شكلية أو إلى غير ذلك هذا سؤال يبقى سؤالنا ليه هذا ثانيا في المدرسة هذا كثيرا ما يحدث كثيرا ما يحدث عندك مجموعة من تلاميذ تبقى المعلم الأستاذ اللي هو إنسان وبشرنا دائما نقولها إنسان وبشر نهما كان المعلم والأستاذ هو إنسان وبشر يحس كما يحس الأخرون يقلق كما يقلق الآخرون يفرح كما يفرح إلى غير ذلك فالمعلم من المفروض أقول من المفروض أنه لا يفرقه بين التلم يكون أبجيكتيف موضوعي ما يفرقش بناتهم جاء أولاد صعب أولاد الشعب أولاد المجتمع أولاد الوطن فهو عنده رسالة أوكلت إليه من أجل أن يصل بهم إلى هدف معين فيتعامل معهم بكل عدل وبكيير لأنه ممكن لديها عواقب وخيمة يعني قدر أنك التفلي يقول لك أنا ما نخدمش ما نقراش المعلم ما يحبنيش نعم نعم هذا نعم صحي ولي نادركه قادر التفلي مش يقول لك ما نحبش المعلم يقول لك معلم ما يحبنيش وعلي ما أوله ما تحبني ولكن ماتا يحدث أن المعلم يفضل هذا أكثر من الآخر وينتا فاش هو يفضل التلميذ اللي يكون أحسن يعني أحسنهم سلوكا بالضبط يحب المربي يريح المعلم في أداء مهمته بالضبط ما يكونش مشوش أحسنهم سلوكا مربي كما لا لا يعني السلوك سلوك نهدل عن السلوك تكون عنده احترام عنده ثاني التلميذ الذي يتجاوب مع المعلم يتجاوب معه لأن المعلم أثناء أداء لقاء الدرس وعنده طرق عنده منهجية فهو أحيانا يسأل مش باش يمتحنهم لكن يسأل باش يتلقى أجوبه باش يمر إلى مرحلة ثانية من الدرس أحيانا يتجاوبه يتجاوبه باش يمتحن إذن فهو يلقى زوج ثلاثة أربعة هاد التلاميذ منتبهين معاه يعني سهلوله المهمة تعال العمل تعالى ثالثا هاد التلاميذ هادو ففيما يخص الفروض المنزلية ولكن تقام دائمين تقام دائمين أجور هذا بالوقت يصبح لشوشو تعالى الفاوري تعالى المعلم تلقائيا ولكن هذه عندها نعكاسات عندها نعكاسات على الآخرين فالآخرين رد الفعل مش هو رد الفعل التحول الشعور أولا شعور كيف يشعروا يشعروا باللي فيه نوصلوا إلى استعمال مصطلح الظلم يقول لك هنا رو ظلمنا واش هذا جاوب مرة ولا حاجة هو ويطلع به ويعنبه وانا من يدخلت ما هذا بصمع يا جاعة حتى كذا ويعطي له هدية حبا حلو يجي يعطيه له ليه وحنا يقول الحقرة صح صح يعني في هذا العبارة يعني يبقى يبقى طفل هذا هو الشيء اللي نجم من المربيين يفهموه أنه هذا يبقى طفل يعني والشعور نتاعه يبقى بريئة 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 وتلقائي طب تلقائي ولكن فيه شعور بالظلم وهذا الشعور بالظلم هو المتسبب في الثورة مش الثورة بالمعنى الثورة يعني تمرد تمرد والغليان نعم تمرد واللي كما قلت ما بارك الله ما يحبش أخرامي ما يحبش أخرامي ما يحتمش ما يحبوش كذا كذا وفي إذا القاب باش يدير حاجات باش يعرق أنا سمعت هبودني اخترا وجلبت انتباهي الطفل قال لي المعلمة ما تحبناش أنا يقول دلاريم والفين يقولون ما نحبش المعلمة ما يحبش معلمة ما تحبناش توقيت ما لي فهمت بل لي كين مشكل حسب لي كين تفرق نعم اذا اعلى على المعلم على المعلم مهما كان يرد باله يرد باله يرد باله يرد باله ما يبينش لازم يبقى موضوعي نعم يعني يكافئ المجتهد لابد أن يكافئ بطرق بيداغوجية كان طرق بيداغوجية باش يكافئ المجتهد ولازم البقية يعرف بأنه كافئه من أجل عمل قام به بعد جهد او بعد اجتهاد او بعد كذا يزم يعرف لماذا أما في كل وقت نعبر عن سعوري وعن لميلي إليه أكثر من الآخرين هذا يؤدي إلى نعيكسة وخيمة وخيمة تماماً الشيء يحدث في البيوت نفس الشيء وهذا التفريقة نفس الشيء هذا التفريقة هذه عجبتهم هذه التفريقة هذا التفريقة بين الأولاد أنا شخصياً بكل توضع أنا دائماً عندما تكون فيه مشكلات من هذا النوع نفسية او اجتماعية او مدرسية او عائلية نبحث وروحاً قهراً نشوف خارج الجزائر ماذا يحدث ماذا يحدث هذه المشكلة هل هي موجودة خارج بلادنا خاصة في البلدان الغربية هذه فتلقى أنها موجودة وموجودة بكثرة إلا أن هذه المسألة هي ستان طابوا حتى اليوم قد طابوا لماذا طابوا في الإعلان عنها يعني لما تسأل الناس الأوليات ما تقول لهم زع ما مركمش تفرقوا ما بين هذا وذلك ما يقول لكش صح يخبيها لأنه يرى أنها أنها عيبة يعني أنها بضبط ولكن كان استفتاء أو استفتاءات كذا تسرى بضبط ألقوا أن ثمانين في المئة في أوروبا من الآباء عندهم تفرقاء والوطفيفة ميل والوطفيف لأحد أبنائهم بضبط بضبط إحنا إذن إحنا كذلك في الجزائر نحن بشر وعين آه كان سامحني سياسين كان حاجة أخرى اللي قليل ما نتكلم عنها نحن نتكلم عن الأب والأم لكن كان تفرقاء أخرى تحدث من طرف الجد والجدة عطى العائلة كان الخال كان العم ولكن لا ولكن خصفة الجد والجدة حتى الجد والجدة أنا أطيف مرتبط بجده وجدته أكثر من عمه وأخيره أنا أنا شفاه جدي وجدته الله يرحمه كل واحد كان عنده لأ بريفيري تعوي بإكزاكت كل واحد هذي لاينا كي يجي يجيب لها الهدية تحاي يجيب لها ستي سا بريفيري أنا عندي في العائلة حقا كان واحد دايماً يروح في العطلة يروح يجيوسها عند جده وجدته والثاني أخوه تقول له ليش فولانا راح وتما رح تما أخوك آه يقول لكم يحبوه أكثر مني فايق بروحه اللي بني طالما يحبوه نيش واشروح أن تيران بهذا أنت شكراً 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 يعني إستاذ الضحكتها يعني هو حاستاذ الضحكتها إذن إذا عشت حاسم الأمر يعني هو هذا الدزيم وحاسم الأمر فايق بروحه يشعره يشعره صحيح صحيح أنا قلت لك التفل الصغير قال لي معلي ما بتحبنيش يعني إحنا يا واشنون انخلطوا بزاف ما بين هذيك السهولة الإنسان ينحو إلى ما هو سهل يعني تعامل مع التلميذ اللي تكون سلاسة وسهولة يكون أسهل مع الإبن اللي قدم لي خدمات ولي يخد الرأي ولي كل ما نندهو ينود جي أسهل لكن الحب هو نفسه هو نفسه لو كان مثلاً أم تقولي لها كما هذيك الحكاية على الأم في وقت الرصوص الله عليه وسلم اللي وليدها كان عاصيها وهي يعني عندما يعني شفته قالوا لها اسكوا نرموه في النار ده يوجدوا له النار يك من حكمته سكرة الموت وما حبش ما حبش يتخفف عليه يعني سكرة الموت قالوا قالهم سألهم الرصوص الله عليه وسلم هل عنده أمه قالوا له إيه عنده أمه قالهم وما حالوا مع أمه قالوا له هو عاصيها يعني عاصي والدته وهاجرها منذ زمن قالهم جيبوا لي إمه جبوا له إمه قالوا لهم وجدوا لي النار وجدوا له أوقادوا نار كبيرة يعني هي تمثيل هذا شوف الرصوص الله عليه وسلم كيفاش يربينا ويعلمنا بالقدوة العملية المباشرة التطبيقية وجدوا نار كبيرة فجدت الأم هذا بش ترضى عليه جدت الأم قالوا لها أوليدك يا كان عاصيك طول حياتك وقالوا لها يعني الجزاء اللي قرروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرميه في النار فقالهم لا لا راضي عليه رغم أنه كان عاصيها طول حياته يعني رغم أنه شوف هذا الهوى الكبير اللي يرجعوا هاجرين بعضهم تماماً ما يهضروش مع بعضهم لسنوات وسنوات لكن كي شافاته باللي صح رح يرفدوه رح يرموه في النار لا فعندما رضت عليه يعني شهدوا قال الناس بأنه روح وطلعت بسلام كما كما أرد ربي سبحانه وتعالى سيدة عمينة مرحبا بك مرحبا بك مدى بنا تحكينا على التجربة الحيا تاعك اللي عشتها ولو في بعض الكلمات كيفاش تعاملتي مع الحالة هذه ماذا نقول لك يا أخي يا زيد احنا أنا واختي توام كي كنا صغار كانوا شغول يما وبابا مفضلين لنا مش مفضلين لنا شغول كي كنا صغار توام ولا أخر يما تلبسنا يخرجنا بابا وعمي ما كتعرف واحد كي كنا عنده صغار توام يحب يزوخوا بيهم يحبوا يخرجوهم ما كان خويا فوقنا كان غير شوية يقول لك أنا أولد محسوب عام يخرجوه شوى نعم بيخرجوش يقولون دي أخواتك زوج ما نقدرش نزيدنا الرفضك انتا ايه 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 ما يحس بالنقص يقول لك محسوبانا لي ولدنا ومن مونانا لي خرجنا وكاش كبر 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 دوكا وأغريسيف معانا أغريسيف معانا يحقرنا خرج فينا يعني يقع واش دهرو فيها في الصغره ويخلص فيكم درجة اه اكتلنا كان نقص احنا هنا في الصغره ودكاتك وخرج فينا سبحان الله سبحان الله وخرج زعافه فينا سبحان الله قالك سما كي كنت صغير كنت تحقروني ودكنا اني حقر كفر يعني حقيقة حقيقة بالمرات الولدين بدون قصد بدون قصد ما يعرفش يعني العواقب بتاعة دي الشي لو يدير فيه تفريقة تفريقة صعبة بين الولد الولدين ولو يعني بطريقة غير مباشرة اليوم من خلال المنبر هدا نحسوش بيها لعدم التفريقة بين الأطفال وخاصة المربيين في الأقسام وفي المدارس بسكر أنا تكلين عليكم بزاف اشتربيون نشأ أردو باركم كذلك في التفريقة لأن العواقب تحاوكيما احنا مدى بنا يكون عندنا مجتمع مجتمع كابر في الطمأنينة وأطفالنا يكون في طمأنينة إن شاء الله إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تقدروا توصلوا معنا بمواضيع اللي تحبوها عبر موقع الانترنات ولدنا تحتجنا احنا بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنا احنا سلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجودة نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدان نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا مقهولة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان